السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس وعنوان درس جديد اليوم سنتكلم عن إثراءات للصف الأول المتوسط وهي عبارة عن دروس تم شرحها في دروس سابقة قبل البداية لا ننسى دور أهمية تمرينات الإحماء والتهياء أيضا لا ننسى الاستعداد بالملابس الرياضية الملائمة وشرب كميات كافية من الماء تعالوا نشوف أول تمرين للإحماء تمرين الأول الجري في المكان مع رفع الرقبتين بالتبادل يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم مجموعة أخيرة واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمان قف أحسنتم يا أبطال ممتازين رح نؤدي نفس التمرين مجموعة ثانية بأداء أفضل وصرعة أعلى يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين يا أبطال مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال مجموعة أخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف حسنتم يا أبطال تعالوا نشوف تمرين الإحماء التالي الوث في المكان مع فتح الرجلين والذراعين عاليا يلا مع بعض يا أبطال استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ومجموعة أخيرة يلا يا أبطال مع بعض واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين راح نكرر نفس التمرين مجموعة ثانية زي ما قلنا بأداء أفضل وأعلى سرعة مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان أحسنتم يا أبطال ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة أخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين تعالوا نشوف تمرين الإحماء التالي من وضع الوقوف فتحا ثني الجدع اليمين واليسار مع رفع الذراع بالتبادل ويلا مع بعض يا أبطال استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ومجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان احسنتم يا أبطال ومجموعة آخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف احسنتم يا أبطال نعيد التمرين مرة ثانية يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمان احسنتم يا أبطال مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين ومجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان احسنتم يا أبطال ومجموعة آخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف احسنتم يا أبطال يلا نشوف تمرين الإحماء التالي من وضع الرقود على الظهر وثاني الركبتين والقدمين ملامس الأرض وضع الكفين بجانب الرأس رفع الكتفين والجذع للأعلى يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ومجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ومجموعة ثالثة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف احسنتم يا أبطال نشوف تمرين الإحماء الأخير من وضع الرقود على الظهر والكفين أسفل الظهر دفع وتحريك الرجلين للأمام مع رفع الرأس عاليا يلا مع بعض استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثالثة وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف احسنتم يا أبطال ما شاء الله عليكم وبكذا انتهينا من أهم تمرينات الإحماء تعالوا نشوف درسنا لهذا اليوم اليوم راح نتعلم عنصر المرونة وعنصر الاتزان وهي من عناصر اللياقة الأساسية راح نتكلم عن تعريف المرونة وأيضا عن طرق قياس المرونة وأيضا راح نتكلم عن تعريف الاتزان وعن طرق تنمية الاتزان عنصر المرونة أبناء الطلاب والطالبات هو عنصر أساسي في كثير من الرياضات حيث تعتمد عليها بشكل أساسي نلاحظ في هذه المهارة وهي من مهارات الدفاع عن النفس نلاحظ المدى الحركي الكبير والكامل لهذه المهارة ونلاحظ بشكل خاص المدى الحركي في مفصل الورق فكلما كان المدى الحركي أكبر كلما كان اتجاه الضربة أعلى وكلما كان فرصة تسجيل النقاط بشكل أكبر أيضا نلاحظ في هذه المهارة وهي من مهارات لعبة الجنباز نلاحظ المدى الحركي الكبير خصوصا في مفصل الورق وكلما كانت المرونة أو المدى الحركي أكبر كلما كان اللاعب قادر على أداء المهارة بشكل أكبر إذن أبناء الطلاب والطالبات ما هو تعريف المرونة المفصلية هي قدرة المفاصل على العملية التي ينتج عنها أداء الحركة من خلال المدى الكامل لها وتعتبر المرونة من مكونات اللياقة الأساسية إذن نؤكد على هذا التعريف أبناء الطلاب والطالبات تعريف المرونة المفصلية هي قدرة المفاصل على العملية التي ينتج عنها أداء الحركة من خلال المدى الكامل لها وتعتبر المرونة من مكونات اللياقة الأساسية قياسها هناك عدة طرق لقياس عنصر المرونة وتختلف هذه الطرق منها ما يستخدم فيه الأدوات والأجهزة وبعضها لا يستخدم فيها الأدوات والأجهزة إذن قياسها تقاس المرونة بأقصى مدى بين البسط المفصل وقبضه إذن تقاس المرونة بأقصى مدى بين بسط المفصل وقبضه وترتبط بطبيعة المفاصل وحالة الأربطة والأوتار والعضلات المحيطة بها أي أنها تتأثر بحالة المفصل التشريحية وحالة العضلات العاملة حول هذا المفصل من حيث درجة توترها أو ارتقائها ومدى مطاطيتها إذن نلاحظ في هذه الصورة ويعتبر هذا الجهاد الذي يسمى صندوق المرونة هو أحد الأجهزة الذي يقيس عنصر المرونة لأسفل الظهر وعضلات أسفل الفخذ والساق من خلال المحافظة على استقامة الرجل بشكل كامل من مفصل الورك إلى مفصل الركبة عندها يحاول الطالب دفع هذه القطعة المعدنية للأمام لأبعد مسافة مع المحافظة على استقامة الرجل بشكل كامل بعد دفع هذه القطعة المعدنية نقوم بحساب أقصى مسافة من خلال هذا التدرج بالصانتي أيضا بإمكاننا أداء هذا الاختبار باستخدام أدوات بديلة كما هو ملاحظ في هذه الصورة من خلال وضع شريط لاصق ويوجد به تدرج بالصانتي أيضا المحافظة على استقامة الرجل ومحاولة دفع الكفين إلى الأمام وبالتالي حساب أطول مسافة تم الوصول إليها إذن تقاس المرونة بأقصى مدى بين بسط المفصل وقفضه وترتبط بطبيعة المفاصل وحالة الأربطة والأوتار بمعنى كلما كانت الأربطة والأوتار التي حول المفاصل الكبيرة كلما كانت بحالة جيدة من المطاطية ومن الحركة أو المدى الحركي الكامل كلما كانت المرونة أفضل ترتبط بطبيعة المفاصل وحالة الأربطة والأوتار والعضلات المحيطة بها أي أنها تتأثر بحالة المفصل التشريحية وحالة العضلات العاملة حول هذا المفصل من حي درجة توترها أو ارتخائها ومدى مطاطيتها نلاحظ أبناء الطلاب والطالبات في هذه الصورة هذا هو صندوق المرونة والذي يقيس مرونة أسفل الظهر وأيضا عضلات الفخذ الخلفية إذن لدينا أيضا أبناء الطلاب عنصر آخر مهم جدا يعتبر من العناصر الضرورية في كثير من الرياضات وهو عنصر القدرة العضلية وهو أقصى قوة وأقصى سرعة ممكنة تعالوا نشوف عنصر القدرة العضلية ما هي القدرة العضلية؟ هي قوة المميزة بالسرعة وتعرف بأنها قدرة الجسم على إنتاج قوة عضلية تتميز بالسرعة وتعرف كذلك بأنها قدرة الفرد على إنجاز شغل ما في أقصر زمن ممكن مثل ما يتم أثناء الوثب العالي أو الوثب الطويل لحظة الوثب أو أثناء دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح فهذه الرياضات تطلب قوة وسرعة في الأداء في نفس الوقت ويتم تنميتها من خلال تدريبات تحاكي الأداء للمهارات المختلفة إلى العلعاب كالوثب الطويل من الثبات والحركة والوثب العالي وغيرها إذن نعيد تعريف القدرة العضلية أبناء الطلاب والطالبيات هي قوة المميزة بالسرعة وتعرف بأنها قدرة الجسم على إنتاج قوة عضلية تتميز بالسرعة وتعرف كذلك بأنها قدرة الفرد على إنجاز شغل ما في أقصر زمن ممكن مثل ما يتم أثناء الوثب العالي أو الوثب الطويل أو أيضا الوثب في المكان مع رفع الركبتين لحظة الوثب أو أثناء دفع الكرة الحديدية أو أيضا أثناء تمرينات رفع الأثقال بأوزان عالية فهذه أيضا لدينا بعض الركلات في ألعاب الدفاع النفس وأيضا المسافات القصيرة لحظة الانطلاق فهذه الرياضات تطلب قوة والسرعة في الأداء في نفس الوقت ويتم تنميتها من خلال تدريبات تحاكي الأداء للمهارات المختلفة للعاب كالوثب الطويل أو من الثبات والحركة والوثب العالي وغيرها إذن أبناء الطلاب تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن إثراءات وهي دروس سابقة للصف الأول المتوسط تم تعلمها سابقا وتحدثنا تحديدا عن عنصرين مهمة من عناصر اللياقة الأساسية وهي المرونة تحدثنا عن تعريفها وعن طرق قياسها أيضا تحدثنا عن عنصر آخر وهو القدرة العضلية عن تعريفه وعن أنواع القدرة العضلية وعن أهمية القدرة العضلية في كثير من الألعاب الرياضية وأيضا تحدثنا عن طرق تنمية القوة العضلية وبهذا نكون أبناء الطلاب انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته